اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للشكل المثلات ما كيبقى نشي فيه البقايا للعجين بحط الشكل هادا المندي المفرج وانا كنحط هكا المثلات الديالي غير موجرد ما كنكمل العجين كنرجعن الاول نطيبو يعني اللي خدمتهم الاولين كيكون هكا الضعف لحجم ديالهم شو يعني ضروري يختامر ولكن متخليوهش يختامر بزاف شوية غادي ناخد مقلة تقيلة اولا مقلة اي مقلقة تطيبو فيها البطبود ديالهم غادي ابقوا تحطى الوحيدة ديال اللكم ضرور طيبوهم النهر مرتفع المقلة الاحسن ما تعمرو هاش باش هكا يسهل علي كم طيام وميتسغلبه مش لان فيسحت كي طيام وفيسحت كي ي يشد راسو غير كنشوفهم هكا مطافخو ما احمار وشي غير هكا شوية لللون كنحيدهم ونعمل Clams فقدم مقلة اخرى وكيف ان نعمروا ايضا لا يغلبونه في الطيب ونقلبوهم كل مرة باش يجيو خوين من الواسط نستمرو بنفس كيفية حتى كطبنا الحجين ديرنا كامل اللي شكلنا. بنسبة المثلاتات تاوما كيجيو خفافين كيجيو خاويين وزوينين. آآ بهاتش كيل. نوعو هكيا مرة 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 ما فيها بس. غادي نشارك معكم حتى اللي بغاد طيبة في الطيفال حي دائما. آآ كيلي كتقول لي واش ممكن طيبو في الطيفال. آآ ماشي مشكلة تحصلوا على نفس النتيجة حتى كيا في مقلاة الطيفال كينتافخو. آآ كيجيو خاويين من الواسط يعني ما كينشي. اشكال في الطيف اللي عندكم طيبو فيه. بعد ما كنكمل طيب ديال كيميا كاملة دروري اللي حيتوها كتفرشوا واحد المنديل وكتغطيوا البطبوت ديالكم باش كترجاع لي هديك السخانة وكيرطاب. غادي نتقسم معكم حشوة اللي غادي نملأ بها هاد البطبوت. غادي نحتاج هنا يا كيميا من الدجاج. بنسبة لكمية الدجاج لبأسة بيها. يعني على حساب شحال بغيتو تعمرو ديال البطبوت. بالنسبة انا غادي نعمر غير واحد البايصل. الباقي غادي نحتافظ به ان شاء الله. آآ غادي نشحر هاد جاج في شوية ديال الزيت. بنسبة للزيت عملت شوية زيت بلدية شوية زيت رومية. وهاد الحشوة كيجي فيه واحد المادة مميز. وكيجي بحل غاية ديال الشوة. غادي نحك على هاد الجاج غادي نحك شوية ديال التوم. واحد الفص هكا كبير شوية ديال التوم. بنسبة اذا ما بغيتو شي تحكو التوم مشي مشكل. يعني ممكن تستغنوا عليها. غادي نخلي التوم هكا يتشحر شي شوية مع الجاج. وغادي نضيف واحد الباصالة. عملت هاد الباصال الابيض. هكا مقطعه شرائح. وغيت كنخلط حتى تصبح لي اللون ذهابي. توابيل غادي نضيف القليل من الملح. القليل من الفلفل الاسود. لهويه الابزار. غادي نضيف هكا واحد نسب ملعقة او لا ربع ملعقة من صلصة الحار او للهريسة اللي بغيتو. بنسبة او صلصة الحار كي تكون بنينا على الهريسة. غادي ندخلها مع الجاج ديالي شوية. وغادي نطفل النار. وغادي نزيد هكا واحد الباطاطا اللي عندي مقلية في القليل من الزيت ممكن تكون عندكم في الفران يعني مطيبين ها في الفران. او كل مسلوقة حتى مسلوقة كتجيزوينة تقطعوها كي البطاطا ديالي المرسويات وتسلقوها. غادي نوضع بيضا مسلوقة لحكوكا. او لم قطعة مشي مشكل. وغادي نضيف هكاك واحد معلقة كبيرة المايونيز وندمج هد العنصر جيدا على نار مهيلة. حتى نحس بيومك بدوي تشحرو غادي نطفل النار. ممكن تزيدو بعض الخضار. بحال جزر محكوك بحال شوية ديال البصل مقطع اللي بغيتو. الزيتون انا خليت الحشوة ديالي هكا وكتجي زوينة بزاف. غادي نبدا نفتح البطبط ديالي. وكنت نعمرو بهات الحشوة هادي. موسيقى. موسيقى. انا مغادش نعمر هاد الكيميه كاملة. غادي نعمر غالي غادي نحتاج. يعني متخلي وهش معمر خلي وهخاوي. ومن بعد تبغي وتقدموها اعمروه. منسبة الحشوة اللي تقسم معاكم. اعطتني هاد الكيميه هادي اللي عمرت. وهذا الشكل ديال المثلث. انا زينت بعض منهم بالحار. وبعض منهم بالمايونيز. تم تزينو باش مما بغيتو. ممكن الخاص اللي بغيتو. غادي نقسم معاكم وحيدة. شوفوا هاكا كي كتجي من الوسط. كي يجي خفيف 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 هاد العجين بزاف. والحشوة كتجي بنينة 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 فيها. وبحال واحد لما دقضي لشوة. وخي يبقو لكم معمرين حتى. الستت سويا كيبقو زوينين. كنت من الفيديو يكون عجبكم. كنت من لكم دائما دوام الصحة والعافية. استودعكم الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.